أهلاً بكم السؤال المطروح حول موقف زفزفي وموقف وزير الأوقاف ووزير الداخلية حول ما وقع في مسجد محمد الخامس بالحسيمة أعتبر بأن ناصر الزفزفي قائد الحراك بمدينة الحسيمة وبالريف لم يكن إلا ليقوم بواجبه الديني فمن رأى منكم منكراً فليغيره بيديه فمن لم يستطيع فبيدسانه ومن لم يستطيع فبيقلبه ناصر الزفزفي احتجى على خطبة وزير الداخلية توجه للوزارة الداخلية في المغرب خطير وخطير جداً يؤكده وزير الأوقاف الذي يعتبر بالنسبة للرأي العام الوطني من أكبر المنافقين لماذا؟ لأنه عوض أن يحاكم ويحاسب محمد مونير المجيدي الكاتب الخاص للملك الذي فوت له أرض بتارودانت بسعر خمسين درام وسجل في اسم ابنتيه وزوجته هذا الوزير وزير الأوقاف يعلم جيداً حسب الفقه الملكي أن الأراضي دي الحبوس لا يمكن تفوتها للخوص بنص شرعي هذا هو أسي التوفيق حقرته على أسي نصر زفزافي اللي يطالب بتخليق الحياة العامة وبيتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية ويطلب فقط غير باش يكون يستردل في مرامدان بسبعات درهم يعني بغي تتردوه خائن وكيمس الدين والملة اتقل لها يا توفيق لا وفقك الله إن الشعب المغربي يعتبر بأن حراك الحسيمة هو حراك في جميع التراب الوطني أولئك يمتلوننا هم حافدت عبد الكريم الخطابي أحببت أم كاريت